بحث اجتماع مشترك للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضراموت برئاسة المتحدث الرسمي باسم المجلس علي عبدالله الكثيري سبل الرد على استفزازات القوات المنطقة العسكرية الأولى والتأكيد على إرادة الشعب وتعلق بحضور رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في وادي حضراموت محمد عبد الملك الزبيدي ونائبه شيخ كرامة بن سقير أبناء حضراموت للاستعداد للمشاركة بقطوات تصعيدية تمهيدا لانتفاضة شعبية سلمية في وادي حضراموت وطالب الحاضرون قيادة التحالف العربي بالوادي والصحراء بالتحاور مع جميع الأطراف وعدم الاستماع لصوت واحد لا يمثل إلا نفسه ومصالحه رافضين شيطنة مطالب أبناء حضراموت في انتزاع حقوقهم وإخراج المنطقة العسكرية الأولى